عمرك ازا نقت في المطار وحدك كان واقف بيتكلمك بالانجليش ومش عارف هترد عليه تقول له ايه حصلت لنا كلنا النهاردة انا معايا فيديو حلقة جديدة من سلسلة المحادثة في اللغة الانجليزية للمبتدئين هنتكلم على اشهر الجمل اللي بتحصل لك في الاربورت او المطار ومعاني ممكن تسلكك كده وتمشيك شوية وتخليك تتعامل في المطار باللغة الانجليزية عاوزي اكتر من كده يلا بينا نبتدي مع بعض ويفتكر انك لو عاوز تفرج على بقية حلقات المحادثة للمستوى الاول المبتدئين هتلاقي اللينك في اسفل الفيديو كالعادة هنبتدي مع بعض باشهر الجمل والكلمات اللي خاصة بموقف المطار وفي اخر الفيديو هيبقى معانا ديالوج او حوار ما بين اكثر من شخص بيتكلموا مع بعض في المطار نبتدي مع بعض باول جملة ممكن تستخدمها وهي I'm looking for مش بس في المطار في اي مكان لما تحب تقول انا بدور على او ببحث عن I'm looking for I'm looking for اوكي تاني سؤال ممكن تسمعوا او تاني جملة ممكن تسمعها وهي سؤال لما في الجمارك احيانا ممكن يسألوك ويقولولك what's the purpose of your visit purpose يعني غرض what's the purpose of your visit يعني ما هو غرض زيارتك what's the purpose of your visit what's the purpose of your visit عندنا كمان كلمة baggage أو luggage معناها شنط الصفر وهي كلمة لا تعد في اللغة الانجليزية يعني لما تحب تقول انا معايا شنط كتير ما ينفعش انك تقول I have many luggage كلمة لا تعد لازم تقول A lot of luggage عندك كمان كلمة هتسمعها كثير او في المطار ممكن يقولك احيانا carry on يعني شنطة بتتشال على الظهر كده وتقدر تحطها معاك تاخدها معاك على الطيارة مش لازم ياخدوها منك ويحطوها على السير وكده يعني carry on يبقى كده عندنا وعندنا carry on final destination يعني الوجهة الاخيرة هتلاقيها دي مكتوبة على التيكت بتاع الطيارة يعني انت رايح فين مقصدك اي ممكن كمان تسمع السؤال الجميل ده هل انت تود انك تاخد شباك مقعد جنب الشباك او آيل هنا خد بالك الاس silent آيل سيت يعني مقعد في الطرقة ويندو سيت أو آيل سيت حتسمع كمان السيكوريتي او الامن احيانا بيقولك please step through the scanner سكانر اللي هو اللي بيعمله فيه سكان اوكي ده السكانر اللي بتخشه جوا كده ويشوفه فيه معدن اللي بيتحقق من المعادن وكده وstep through يعني ادخل اوكي step through the scanner احيانا ممكن يقولك مثلا step to the side لو هو مثلا السكانر عمل بيب صوت البيب ده حيقولك تعال على جنب step to the side step to the side اوكي عندك كمان ممكن يقولك empty your pocket ده ده طبعا لو شك فيك وعاوز بقى يفتشك خالص فقولك empty your pocket يعني طلع اللي معيك او فضي جيوبك empty يعني فرغ و pocket جيوب empty your pockets او unload بدل empty unload your pockets اوكي طيب في سؤال تاني جميع ممكن تسمع او جملة تانية ممكن يقولك I have to frisk you انا لازم افتشك يدوي فرسك يعني تفتش شخص بطريقة يدوية I have to frisk you ممكن بات تسأل السؤال دوت في الجماريك اللي هو do you have anything to declare يعني معك اي حاجة السؤال ده بيسئل لك لما يكون معك حاجة قيمة جدا او حاجة المفروض تدفع عليها ضريب في المطار وانت هم حاسين الحاجة دي المفروض تدفع عليها ضريب فهيقولك do you have anything to declare معك اي حاجة المفروض يدفع عليها ضريبة وهكذا stay in line يعني خليك في الخطة وافضلوا في الصفة بعد اي اذنكم please سؤال ممكن يسأل لك برضو how long will you stay in مثلا the USA انت قعد معنا مشرفنا في امريكا دي ممكن كمان تسأل السؤال هو how much currency are you carrying on you تشال عملة عليك الدقيه الفلوس اللي معاك الدقيه how much currency are you carrying on you طيب لو انت عاوز تسأل وتقول التارة دي مشي امتى هتقول بالانجلش what time does this flight depart الفلايت هتغادر رحلة التارة دي هتغادر امتى وممكن بدل ما تقول depart اللي هي يغادر تقول take off what time does this بس اتقول بقى plane مش flight what time does this plane الطائرة take off يعني تقلع ممكن تسمع كلمة flight delays يعني تأخير في حركة الطيران او تأخير في رحلة الطيرانات there are some flight delays there are some flight delays هتسمع برضو كلمة connection time او layover time يعني connection time لما بتغير لما بتوصل في مكان وتغير من طيار لطيار عشان يعني ايه احيان ما بيش فيه direct flight يعني الطيران مباشر فلازم تغير طيرات فانت مسلا عاوز تقول how much is the connection time connection time ما بيش فيه ما بين الطيارة دي والطيارة دي هنقضى نستنى عشان نخش على الطيارة التانية or how much is the layover time اوكي ممكن كمان تسمع جملة your bag is overweight your bag is overweight يعني الشنطة بتاعتك فوق الوزن فانت لازم تدفع كده عليها فلوس or your bag is اوكي it's below weight يعني الشنطة بتاعتك تمام ما فيهاش حاجة هي تحت الوزن المسموح كمان هتسمع سؤال قوي وممكن تسأل السؤال ده لو انت عاوز have you ever been to هل انت عمرك رحت اوكي have you ever been to عمرك رحت the USA مثلا قبل كده have you ever been to the USA اوكي طيب كمان هتلاقي في المطار حاجة اسمها duty free shop duty free shop ده محلي في المطار تشتري منه اي حاجة من غير taxes من غير درائب او من غير ما تدفع عليها جمالك duty free shop عندك كمان كلمتين في المطار مهمين جدا او تلات كلمات gate البوابة terminal و ال runway اوكي ال gate اللي هي البوابة اللي بتدخلك على الطائرة على طول فلما تقول لحد where is the gate gate غير لما تقول له where is the terminal لان هو المبنى الرئيسي اللي بتطلع منه كل رحلات قبل اصلا ما تخش على الطائرة بيبقى بقى فيه قبل كده جمارك التيكت بتاعتك مش عارف ايه فال terminal المبنى الكبير الرئيسي وال gate هي البوابة اللي في الاخر خالص اللي بتدخلك على الطائرة على طول او تبقى on board runway الرنوي اللي هو المكان اللي الطائرات بتمشي فيه اوكي يبقى عندنا gateway terminal runway عندنا كمان التكتس بيبقوا نوعين فيه refundable tickets يعني تذاكر يمكن استرداد تمنها لو انت cancel if you cancelled refundable tickets فانت دائما تتسأل قلهم this ticket is refundable هل هي مستردة ممكن استردد حقها ولا non refundable مش هينفع استردد حقها refundable non refundable اوكي ممكن تسمع جملة لقدر الله you missed your flight يعني انت فوت الرحلة بتاعتك you missed your flight لما تبقى راكب الطائرة ويسمحوا لك تتكلم في التليفون وعاوز تقول له صاحبك انا في الطائرة فانت ممكن تقول له I'm airborne I were airborne يعني احنا خلاص في الجو airborne طيب انت لسه على الارض هتقول له I'm still on the ground I'm still on the ground اوكي طيب تركب الطائرة اسمها board the plane او get on the plane I will board the plane in one hour نحرك بالطائرة في خلال ساعة او I will get on the plane in one hour عندي بقى ليك النهاردة مفاجأة انا بدل dialogue واحد او حوار واحد انا جيب لك جايب لك حوارين الحوار الاولاني بيبقى ما بين service agent اوكي يعني موظف في المطار و passenger اللي هو المسافر اوكي service agent بيقول good morning can I have your ticket please ممكن التicket بتاتك بعد ازنك قال له here you are تفضل service agent قال له would you like a window or an aisle seat هل انت عايوز window or aisle seat التاني قال له an aisle seat please انا عايوز مقعد في الطرى service agent do you have any baggage هل انت معاك اي شنط قال له yes this is suitcase this suitcase الشنطلي and this carry on bag فاكرين carry on okay here is your boarding pass boarding pass يعني ازن الاقلاع اللي انت بتاخده وتركه بالطيارة ده مهم جدا have a nice flight طيارة او رحلة طياران سعيدة فالتاني قال له thank you الحوار التاني ما بين security officer موظف ام او ضابط ام وي passenger نفس الشخص فحيقولك next يعني اللي بعده here is my ticket اتفضل ticket بتاعتي عفا عند الموتوسكرة بتاعتي فقال له please step through the scanner من فضلك خش على ال scanner فال scanner بدأ تعمل beep 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 فال passenger هقول what's wrong اي في اي الخطأ اللي حصل فالتاني بيقول له please step to the side من فضلك تعال على جام the passenger certainly do you have any coins in your pocket معك اي معادن قطعة معدنية فلوس معدنية no but i have some keys قال له aha that's the problem put your keys in this bin حط المفاتيح بتاعتك دي في البن دي في السلة دي and walk through the scanner again وي خش ال scanner تاني hello okay security officer hello excellent no problem remember to unload افتكر انت تفضي your pockets قيوبك before you go through security قبل ما تخش على الأمن next time المرة الجاية hello i'll do that ان حامل كده thank you security officer hello have a nice day ودي كانت النهاية ما تنساش تعمل subscribe للقناة واشترك واعمل share عشان خاطر نقدر نوصل لعدد أكتر ونكمل في الكورس المجاني الجميل ده شكرا